ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اليوم وقعنا مذكرة تفاهم بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وبين وزارة الشباب والرياضة تستهدف بالأساس تفعيل وتنظيم التعاون القائم بين الجهتين لحسن تطبيق مبادرة فرص لأطلقها صاحب السمو الشيخ ناصر بن حمد وهي مبادرة رائدة يعني راح تحقق إن شاء الله نتائج كبيرة في مجال تنويع وتوسيع فرص التدريب على العمل في العمل لشرائح الشباب اليوم دخلنا في الخطوات التنفيذية في كيفية توفير الحوافز الكافية توفير التنظيم اللازم توفير قاعدة المعلومات المطلوبة كيفية التعامل معها من قبل الباحثين عن عمل للالتحاق بهذه الفرص المتاحة كثير من الجوانب الفنية أصبحت واضحة ومتبلورة وإحنا عندنا فرق موحدة ومشتركة راح إن شاء الله تجتمع مع بعض باستمرار ونتابع معها عملية التنفيذ وعملية أيضا تفعيل المبادرة بشكل أفضل وتحقيق النتائج بشكل أسرع وزارة شؤون الشباب الرياضة عندها هدف وضعها سمو الشيخ ناصر وهو استكشاف وصقل وإبراز المواهب الشبابية وإدخالهم إلى سوق العمل فالتعاون والتكامل بين وزارة شؤون الشباب الرياضة وبين وزارة العمل واضح ويكبر يوم على يوم فمن واجبنا أحنا الأدبي أن نشكر وزارة العمل على استجابتها ونشكرهم على تجسيد الرؤية في هذا البرنامج المبتكر الجديد ونشكرهم نيابة عن الشباب البحريني على جهودهم الجبارة في ضمان مستقبلهم في داخل سوق العمل